إذا أنا فعلا خليت دماغي هو اللي يتحكم في حياتي هذه مشكلة ليش؟ لأنه هي البرمجيات الموجودة السابقة اللي يتحكم في كل شي فكأني أنا حاطت قدامي جهاز كمبيوتر نفس جهاز الكمبيوتر جهاز الكمبيوتر هل يدرك؟ هل يعي؟ هل يستعني تحكم؟ ولا حسب المدخلات تكون المخرجات؟ جهاز الكمبيوتر حسب المدخلات تكون المخرجات فلو كانت المدخلات سيئة لو كانت المدخلات خطأ لو كانت الأرقام اللي مبرمجة فيه خطأ أكيد المخرجات اللي بتجيني كذلك خطأ فالدماغ مبني بطريقة يتصرف بها حسب القيم حسب الاعتقادات حسب الأفكار حسب الأشياء المشاعر اللي انغرست فيه فكثير من الناس ما يتحكموا في المواقف المواقف اللي يتحكم فيهم ما يتحكموا في الأحداث الأحداث اللي يتحكم فيهم ما يتحكموا في المواطيات المعطيات اللي يتحكم فيهم العقل اللي الله سبحانه وتعالى أنعم علي بي وفضلني على كثير من الكائنات وكثير من المخلوقات هذا العقل اللي أنا أدرك بالأمور فأتصرف في هذا الموقف الأسري تصرف سليم ما يخليني أخسر أسرتي أتصرف في هذا الموقف التربة ويتصرف سليم مو انفعال ولدي عمل خطأ كله علشان تقم لنفسي فأنا أبدأ أنفعل كيف ولدي يفشني قدام الناس كيف يخليني كده فعلا بهذه الصورة الهزيرة قدام الناس كيف كيف هدي كلها جيتر من الدماغ البرمجيات اللي غرست في الدماغ غرست في المخ فبيتصرف الإنسان بناء على هذه البرمجيات بينما لو استخدم عقله كيف ربي ابني تربية سليمة كيف أتصرف معه حتى هذا الخطأ لا يتكرر كيف فعلا أنشي ونشأ سليمة كذلك في العمل في وظيفتك بدل ما تكون انفعالاتك ضد مديرك أو ضد موظف بيعمل معاك أو ضد زميل في العمل أو ضد عميل تكون انفعالات خاطئة مجرد أنه كيف غلط عليها كيف تصرف بها الطريقة بدون ما توجد عذر لي بدون ما توجد حاجة أنه هذا الإنسان تصرف بها الطريقة بناء على أمر وهنا يجي الوعي والإدراك لما يشتغل تبدأ سلوكياتك تتغير الكثير من الانفعالات بتخرج مننا بطريقة خطأ من المخ أو الدماغ لكن لو شغلنا العقل لأدركنا الموقف لو حللنا لو بدنا نفكر بطريقة مختلفة قليلا لو وجدنا أنه لا بدنا نتصرف أو عندنا خيارات نتصرف من خلالها بطريقة مختلفة تماما ترجمة نانسي قنقر